أنا ابن الإمارات عين المدى وشمس التميز بين البشر أنا الأصل والفعل والمبتدى ونبض الورى والرؤى والخبر أجوب الحياة بنور الهدى وبالمنجزات وبعد النظر أنا البوح والفعل والسؤددى وعطر السحاب وجار القمر المرأة الوطن المرأة الاستثنائية المرأة القدوة المرأة التي تحدث كل الصعاب إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه ضيفة اليوم دكتورة عاش سيار حياكم الله هناك أسماء في حياتنا لا يمكن أن نتجاوزها أسماء لها بصمة أسماء لها تاريخ اليوم يختلف الضيفة تختلف الضيفة هي قامة كبيرة رمز من رموز الوطن رمز يمثل العروب بكل جوانبها قامة أثبتت وجودها في كل المحافل اليوم ضيفتي دكتورة عاش السيار يا مرحبا الساعة حياتش الله يا دكتورة الله يرحبك وطريتي كثيراً والله مهما تكلمت وطريت دكتورة فهو حقيقة قليل من كثير الذي قدمته لهذه الدولة قدمني الواجب وللعروبة بصفة عامة أنا ما أتكلم اليوم عن دكتورة عاش السيار اللي يمثلت المرأة الإماراتية ولكن أتكلم عن دكتورة عاش السيار اللي يمثلت العرب كلهم حقيقة والله أنا فخورة بمعنجس اللي أني فعلاً أنا كنت أخدم وطنية وخدمة الوطن في تصوري واجب مقدس على كل فرد في هذا المجتمع وهذا الإحساس دكتورة حقيقة هو هذا اللي أغفل الدكتورة يمكن في مسيرتها كاملة شيء يمكن مفنود عن الباجي الحمد لله أتمنى أن يكون هذا صحيح لا هو صحيح لأن بشهادة الجميع يمكن نحن اللي نسمع دكتورة ما يدور خلف الكواليس عنكم أنتوا أنتوا قامات كبيرة طال عمرج ونحن اليوم لما تتواجد معنا دكتورة مثلك أنتي بما قدمتك كل دكتورة بيعلمتك بمعرفتك تركتي بصمة جميلة للإماراتيات الحمد لله دكتورة البداية مطار كلباء والرحلة من إلاء شو بدوننا دكتورة عاشا؟ هي الحقيقة مش مطار كلباء هو مطار الشرق بس قبلها سبق فترة من الزمن اللي هي بداية التعليم في الإمارات ونحن نبغي نقول أن الشارجة هي يمكن أول مدرسة فتحة نظامية فيها وكنت أنا من أوائل الطالبات الذين تقدموا لهذه المدرسة وطبعا يرجع هذا إلى الإسرة وإلى البيت وكانت داعم الأساسي في ذلك كانوا دعمين لتش دكتورة ورغم الفترة كانت فيها تحديات كثيرة في البداية تعرفين يرجع لنا الأهل كانوا متفاهمة يعني على معرفة ودراية بالعلم ويطلعون ومي كانت تقرأ وتقرأ القرآن وتقرأ الرسائل عمامي وجدتي كانوا كلهم بيوت علم حتى قاضي الشارجة كان ابن عم جدتي وبعدين أهلي يشتغلوا بالتجارة وبالسفر خارج الإمارات عمي كان لتجارة في سواحل أفريقيا وبوي كان يتاجر في الهند فأنت تعرفين الأسرة اللي تفتحت على الخارج تكون لها نظرة تختلف شوية عن اللي في الداخل ولما افتحت المدارس طبعا كانوا يأخذونا أساسا أهلنا يودوني إلى المدرسة كنا نحن مجموعة في البداية كنا 12 طالبة أول ما دخلنا والآخر صفينا لما وصلنا إلى ثالث قيمونا وصلنا إلى أربع طالبات فقط وبعد كنا الثلاث لكن الرابعة رفعوها لأننا في صفة يعني ما كان لها صف وكنا في بيت مؤجر في الشارقة وكنا نجلس في المراحل الأخيرة كان لما يأتي الصفوه كان صفنا محطوط على طاولة روحهم وفي صف ثاني معاه في نفس الفصل الفضل في ذلك يرجع أول شي إلى فترة الأولين فترة الناصرية فترة جمال عبد الناصر الذي كان لدوره كبير في نشر الثقافة والكويت أيضا لعبت باع كبير وتوسعت عقب المدارس وصارت هناك مراحل مختلفة واستطعنا نحن نوصل مثل ما قلتش أربع طالبات إلى التنوية العامة من الشارج كلها أربع طالبات أربع طالبات طبعا هي كانت أول دفعة في الإمارات كلها على مستوى الإمارات صحيح صحيح قرأت هذه المعلومة بعد ما وصلنا إلى التنوية العامة طبعا كان النظام تشرف عليه الكويت فكان من الصعب أنه مثلا يفتحون امتحانات الثنوية العامة في الشارجة فقالوا لازم يروحون البنات يمتحنون في الكويت سبحان الله قالوا هاي الصعبة كيف امتحانات وكيف بيروحون فقام الشيخ الله يغفر لي ويرحمه فأيابوا أنه تعرفين كان في مطار موجود في الشارجة في هذا الوقت يسمونه مطار المحطة وكانت في الشارج هي القاعدة القاعدة بريطانية يعني محطة للقاعدة اللي كانت في الهند في نقطة التواصل بين يعني الهند وبين البحرين كانت وهي نقطة التواصل فأيابوا لنا طيارة حربية أو عسكرية بمعنى أصح وخذونا من المطار إلى كلبه ما مانعوا الأهل في ذاكل وقت اللي جدت سيرين لأن تعرفين نحنا أنا كنتم معاي بنت الشيخ نفسه وبنت عمه وأنا وياي صديقتي يعني إحنا كنا كأننا أسرة في هذا الوقت تعرفين أنت المجتمع كثير متكاتف ومتآلف فسافرنا إلى كلبه كان الشيخ سقر هو كان أيضا حاكم في ذلك وقت على منطقة كلبه وكان عند الزوج توعيال هناك أيضا موجودين في كلبه فقدونا وعدنا جلسنا يومين ورجعنا بنفس الطريقة اللي راحنا فيها فسا ذكر أنه كان الطريق كانت ويت صعب عند العودة لأنه كان فيه هوا وكانت الطيارة تهتز بشكل كبير مطبات هوائية مطبات هوائية ولكن الحمد لله وصلنا بالسلامة وبعدين لما صار وقت الامتحان قرروا أنه لازم نروح نمتحن في الكويت فهم عملونا مثل ما يقولون بروفة بسيطة في ركوب الطيارة قبل ما نروح إلى الكويت فسافرنا على الكويت وأنا أتذكر لما سافرنا كانت طلعت ابنا الطيارة أيضا من المطار الشارقة إلى أبوظبي أبوظبي هكاليام بعده كانت يعني الله يغفر الشيق زايد اللي سوها عاصمة عالمية ما بقدر أقول عاصمة حالية نزلنا في كان جسر المقطع الآن نزلت الطيارة وعشان يصبوا فيها بترول ونحن نشرب ماء وهالشكل وراحتنا ما شيء لا مطار ولا سافرنا على الكويت سكننا في سكن المدرسات كان فصل صيب حر وشيء يعني لا يتصور المهم قدمنا امتحنانتنا ورجعنا ونجحنا يتقى بداية السنة قالوا خلاص يعني فتحت الكويت قالت فتحت للي يبغي يشتغل بتشغله ولي يبغي يسافر بتطر شبعته فقلت لنا والله انا كنت أبغي يسير وقال لهم اهلي لا ما فيش سيرين وعف كيف تعرفين هكلا يام لا في مواصلات ولا في بريد ولا تلفونات بشكل كبير تحديات صعبة وايد وايد صعبة فالشيخ صقر قال لا بنتي بتروح وهي بتروحوا ياها بتروحوا مع بعض طبعا على مضض وبإصراري سافرنا شو اللي دفعتش دكتورة انت يعني ما عارف شو اللي خلت دكتورة تصر هذا الاسرار ما عارف كنت شاطرة في المدرسة وكنت دائما يعني مدرسات يشجعوني وهي الشكل ويخبرون عن المتعلمين ونقرأ وكننا نقرأ كثير تعارفين عن عاشة بنت الشاطي وغيرهم هذي من مي زياد وكانت فيها دماغنا هاي الأشياء نبغي نشوفها في الواقع كيف إذا نقدر سبحان الله فالحمد لله سافرنا طبعا ايضا كانت رحلة صعبة مرينا على الكويت بعدنا يوم في الكويت بعدين رحنا إلى القاهرة طبعا أول ما نزلنا القاهرة بعتوا معنا مدرس ومدرسة لشان يرتبونا يعني في مصر الأوضاع اللي هنا في الأوضاع في مصر كانت حلوة جميلة مصر نزلونا في أكبر الفنادق كانت شبارت في مصر وفسحونا ما أخلوا منطقة ولا معلم تاريخي ولا جميل ما ودونيها كنا حوالي 14 يوم لأنهم يرتبونا الدراسة في الجامع قلنا بنا دخلونا كلية البنات على أساس أن مش اختلاطها كما من أثرت شر صارت الإجازة نزلنا إجازة نصف السنة وأنا رجعت لما رجعت بعد كان أمامي يعني كما تحدي ثاني كيف حين بروح بكون أنا الوحدي في هالوقت صحيح فيهو الكويت وقالوا لا أنتي بتين ونحن الكويت بتتكفل بتدريسه شبس اسكني في اسكن الطالبات وإلى آخره وحاولوا يقنعوني وفي نفس الوقت أيضا حكومة الشارجة كان الشيخ خالد بن محمد حكم في الشارجة بعد قال نحنا دهي تبقى تكمل دراسة نحنا بردت بالها وإلى يعني كل واحد قال لها الشكل يعني كان تشجيع من القيادة من كل حل صراحة فأنا طبعا قلت لا يعني خلاص لازم أروح أكمل فسافرت أما سافرت طبعا سكنت الأول ما سكنت رجعت سكنت في المطار لقيت يا إني أنا مندوب من الكويت ومندوب من حكومة الشارجة وعاش بالصقر وأبوها وإخوانها في المطار لأنهم عاشوا في مصر عاشوا هاي الفترة اللي كانت كانت يا إيه زميلة فرحت معاهم بعدين سكنت فيما بعد أنا بنفسي يعني خدت شقة وكانوا كثير من الطالبات زميلاتي وصل دراستي وخلصت الليسانس ورجعت في هاي الفترة اللي أنا فيها كان قامت الاتحاد في الفترة الأخيرة كان لسنة سبعين واحد وسبعين قام الاتحاد يقيت نفس المدرسة تركت البنات أربع سنوات ربعي اللي هما كانوا في رابع ابتداي اللي قيتهم صاروا في أول إعدادي اشتغلت قالتها بشتغل مدرسة فقالوا بعدين فكرت تموا درسين يرسلوني كان دكتور صراح العقاد ويعني نقبة من أسادة التاريخ أنتي لازم تكملين وانتي وانتي يشجعوني وكنت في آخر سنة في الدراسة قدمت بحث في الجامعة عن سكة حديد برلين بغداد اللي هي كيف كانت في هذا كل وقت فكان الدكتور العقاد هو المشرف يقف على رسالتي قالي إن شاء الله أخذ منك رسالة المجستير فكأنها صدت في دماغي هالكلمة يعني صمدت فبعدين قالوا لي تعالي ومدرشوا أحسن لش فخلصت السنة الدراسية قلت لهم خلاص أنا بروح سافرت وفتحت روحي يعني خدت شقة وخدت وسكنت وعملت الدبلومة أول سنة في الصيف وكملتها وبعدين سجلت حقه لمجستير دكتورة في هالسياق هاي التحديات كلها والمطبات كلها اللي أنت عديتيها أثرت في شخصيتك إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من قوة الشخصية أنت ترى معروف عنه كانت شوية قوية شخصيتك هذا صحيح يعني تعرفين هاي التحديات تخلق من الإنسان فعلا يعني أنت لما توقف مع موقف وتلاقي الصعب وتتحدى يخلي كنت تتحدى أكبر منه وأكبر فأنا لما ييت لما رجعت من مصر شوفي وين وصلت قالوا لي خلاص قامت دولة الإمارات بتشتغلين على يعني على حكومة الاتحادية قلت أنا يعني بعدني أنا عندما علمتني الكويت لا أنا بشتغل حساب الكويت ولا صنفري كانوا زميلاتي اللي تخرجوا يعني يدبلون معلمين يأخذون من هاي كل أيام من الدولة خمسة ألاسة ألاف وأنا كنت أخذ ألف وشوية من الكويت وكنت مبسوطة محمد الله فقلت جاء الكويت فضل لها علي بعدين عادة خلاص وقفة الكويت البعثة يعني هذه من المرؤات دكتور لا أعرف والله شو تبي تسمينها هاي نعماية من المرؤات أنا أعتبرها زين ضليت لما خلصت من الدبلومة وخلصت الماجستير رجعت اشتغلت طبعا في الدولة كانت أول وزاة التربية كانت قبل قبل الاتحاد كانت فيها عبد الملك الحمر ومجموعة من الإخوان في أبوظبي بس شيخ زيد الله يطول عمران لما غيروا الأمور كلها فعينوا الشيخ سلطان كان أول وزير تعين في دولة الإمارات لفترة وبعدين لما تعين حاكم خلاص فتعين عبد الله عمران وزير للتربية والتعليم وكان عبد الله يعني أهل وأصحاب نحنا فاشتغلنا مع بعض أنا أتذكر صوري وزارة أول وزارة سووها في أبوظبي في بناية حتى إيوان يعني ونحنا فوق في الشقاق اللي فوق كنا حوالي أربعة يمكن أو خمسة كنت أسير يوميا من الشارج إلى أبوظبي وأرجع الظهر وسيارات هاكل أيام يعني شو كانت والشوارع كانت سيئة وطرق يعني كانت كم مرة كانت السيارة توقف توقف مرة ينطر التاير ومرة هالشكل ونرجع من أبوظبي يعني حتى ما نعرف حد ما نروح بيت لا نشرب ولا ناكل ونرجع نرجع إلى الشارجة في سنة ثنين وسبعين ثلاثة وسبعين سووا عيد للعلم في أبوظبي وفي مدرسة ذكر في مدرسة معمار بحضور الشيخ زايد وكنت أنا من المكرمين في هاكل اليوم ولقيت كلمة في الحفل بوجود الشيخ زايد بوجود الشيخ زايد قال الشيخ زايد هل من هي هاي البنت بملت فات وراح تسلمت عليه وقدمت لي رسالت شوفي كيف عفويق هي يعني قدمت لي رسالت الماجستير فالسني جام ورمسني هوا وخلاص ومتالحة في الناس يعني هون شي في الليل يعني تليفون من القصر قال الشيخ زايد يبغيش بكرة تكونين عنده الصبح سبحان الله منضرش السيارة منضرش حد ياخدش قلت اوكي قلت زين فرحت وياي حتى حلية كانت مربيتنا يدها جميلة كلهم يعرفونها في القصر سافرت الصبحية بعد كان لسه ما تريق يلست وياه كانت الشيخة فاطمة اول لقاء هذا هذا اول لقاء في البيت في لازم بيرمسني انتي بنت وشو اهل وشو عارف قال وانتي بنتنا وانتي من أهلنا يعني فعلا في يعني في العوائل في يدتنا كانوا ماخذينها من آل الهيان قبل تبن سيار ينريم اي واحدة فيهم في التاريخ موجود في القرائل بس احنا قبل طال عمرت الانساب هاتي كثيرة كان موجودة يعني صحيف فيها بنت المشرق للمغرب مثل ما يقولون قبل فوين درستي وشو الدراس وماشاء الله وشو ببسط قال زينا بغيتش نكونون انت وحين انتي وتكونين يا شخة فاطمة تهتمون بالمرأة وبالطفل وبالعلم وانا انشاء الله بدعمكم وكوني انتي يا شخة فاطمة مثل ما يقولون واما محمد يعني يد واحدة وتعاونة واخدوموا بلدكم ها قلت لي انشاء الله مثل ما انت عمر كويلا احساسك انتي ابا في اللحظة اللي تلاقيتي فيها والشيخ صحي هاي ولادة جديدة مرحلة جديدة في حياتي يعني تعتبر صراحة يعني اعتبرها نقطة تحول كبيرة في حياتي وخاصة اني اشعرت وفعلا عايش تطول هذا الفترة اللي عاشها وانا بنفس الشي يعني يوميا كنت اشوفها ودائما اروح له في القصر يعني صباحا قبل لا يطلع للمجلس اذا كان فيه مواضيع نتكلم فيها اذا بيروح رحلات خارج الامارات يعني خارج ابوظبي السلع الرويس وخاصة هاي طويلة بعدين في نشرة يعني يوم قبنا نفتح مدارس هاي شفن فشيخ زايد وشيخ فاطمة يعني الحقيقة اللي هم دور كبير مش بس في حياتي في حياة كل بنت وكل شاب في دولة الامارات لان الشيخ فاطمة ايضا صانت كانت عندها قنوعة اني لازم المرأة تعوض ما فاتها متل ما كان يبقي شيخ زايد فاهتموا في اشياء كثيرة منها اول شي شو تفتح مدارس للمؤمهات مسائية وهذا الشيخ زايد يبغي طلب ان ينتشر التعليم في كل الدولة من اقصاها الى اقصاها من الرويس الى الفجيرة الى غيرها في كل الوقت وفي كل القضاء يعني المراحل اللي ممكن تدرس فابتدت المدارس اخذ مكانها ودورها بعضها نفتحون جاهزة فصول مباني جاهزة وهكذا قمنا نصير صارت في حملة محويل امية صارنا يا شيخة فاطمة الى السلع والرويس قابلنا الناس هناك كانت في بيوت توها تفتح فقال بتفتحون فيها قلنا نفتح فيها فتحنا جمعنا جمعنا الامهات ورمسناهم وحضور الشيخة فاطمة طبعا هم كانوا يكونوا لها كل الاحترام يعني كلهم يتوافدون ويون ما في حد يتخلى ولا شيء فقال قلنا نزين شفنا نشوف نوزع الأطفال يعني مراحلها وقمنا نيب الكتب ونيب مدرسين حتى دايماً أذكرها أقول كنا نيب الكتب الصبح ونهار ثاني يمكن ما نلاقيها كانت المدارس أغلبية بدون حوش بدون أبواب يعني العملية سريعة وهو الله يطول عمري كان يبغي هذا الشي يعني بسرعة نعم بعدين فكروا قالوا بعد الكبار قالوا يلا فتحوا مدارس للفصول بعد الظهر لما ابتدوا بعد الظهر أيضاً فكر هو صاحب المبادرات قال يزين حيدا هم ساروا الصبح بعد الظهر والعيال في البيت بعد الظهر منو عندهم ليش ما سوهم فصول للكبار الصباحاً وابتدت فكرة الجمعيات النسائية من هذا المنطلق فمشيت أول جمعية جمعية البطين وعده طبعاً فروعها وسوينا فروع لها في كل الإمارات وصارت والله في سيدات كانوا حتى ممت علمات بس كانوا على قدرة عظيمة وقوية من الإرادة ومن القيادة في نفس الوقت خاصة في المناطق الغربية أنا كنت لليوم أفتخر فيهم هذي لك سيدة ستحان الله هي والله وهكذا بعد الاتحاد النسائي طبعاً خد دوره ولعبنا الحمد لله قد ما نقدر فيه فأنا الشيخة فاطمة الداعم الأكبر في دعم الجمعيات النسائية في الإمارات كلها وتكون الاتحاد النسائي وخد دوره الكبير وبعدين ظلوا يهتمون بالمؤسسات بالأمومة والطفولة أيضاً نبتدوا في التراث وإحيائه وغيره من ذلك لو رجعني إلى المدرسة يعني ما نقل إن شيخ زايد الداعم الأول والأساسي مثل ما قلت في التعليم في التعليم وكان يبغي التعليم ما ميز يعني يصوري إن البنت والولد لازم يتعلمون مثل بعض وقال إنه ما تقدم تقيم أي دولة بتقدمها لا بتقدم التعليم التعليم وكان أيضاً يهم أيضاً إن يكون التعليم شامل يعني يحافظ فيه أيضاً على القديم دايماً يقولنا علموهم كيف كانوا الأجداد كيف كانوا عاشين كيف كانوا يعانون من هذا المنطلق هم بيستطيعون أيضاً لأولاد يعني يعني يميشوا مع الماضي وفي نفس الوقت يتطلعوا للمستقبل يستحضر المستقبل يعني هاي المرحلة الأولى اللي نحنا قضيناها في التعليم بس إنجازات التعليم نحنا ركزنا في التعليم مثل ما قدلش ركزنا على الهوية طبعاً بتعليمات منه أنه لازم الهوية الوطنية تكون موجودة وحاضرة ونهتم فيها فكان أهم شيء هو النشيد الوطني فنحنا ركزنا النشيد الوطني كي كان في ذاك اليوم هو عبارة عن لحن لحنن سعد عبد الوهاب كان لحن جميل لكن ما عندنا كلمات لهي نفس الكلمات شو بي بوصلش إياها لما شفنا اللحن جميل قلنا بنعرض على أن حد يكتب لي كلمات تناسب هذا اللحن كان عندنا هكاليام اللي عارف الخاجة في الوزارة وهو يكتب شعرها شكل فقلت العارف بتجرب قال هي كتب مرة مرتين وثلاث رغلني قلنا أنا نبغي يكون في أولاً سهولة الكلمة وقوة الموضوع وفي حماسة وطنية بعد مرة ما شاء الله مش الموضوع قدمنا للوزير وبعدين قدمنا للجهات العليا وصار النشيد الوطني واعتمد واعتمد وصاره النشيد في اليوم أيضاً كان الشيخ زايد كما يعني أيضاً كان يهمه أن يكون فيه هناك أنشطة وهاي الأنشطة من التراث فمن ضمن هذا هكاليوم سوينا له مشروع اللي هي البيئة التراثية وسويناها على منطق كورنيشة بوضبية اشتغلوا فيها الشباب من كل الإمارات بإحياها والله الواحد شافه كأنه صادق صادقة بكل معانيها من زراعة ومن نجارة ومن الرعي ومن منازل لأن لما حضرها كان أظن أني حد عند رئيس جمهورية شيء من الدول شيء ضايد كان كثير فخور فيها وشيخ أفاطم أيضاً أثنت عليها أيضاً من غير هاي الأشياء أيضاً كانت الله يغفر له ويرحمه يبقي مثل ما قدلش أن يحافظ على التراث زي ما اهتم بتراث السباق الهجن والسباق الفروسية والسوابق القوارب التراثية قال أيضاً خلوا الشباب يتعلمون الغوص رعوهم الغوص كيف يكون ففعلاً هاي المهنة اللي كانت مهنة التجارة المهنة اللي كانت تندثر وفعلاً صرنا في السد يعني وفروا للطلاب مركب ووفروا لم كل هالأشياء ورحنا البأحار وصادة والطلاب وجابوا مجموعة من الهدى وظلت هاي الرحلات مستمرة كم سنة سبحان الله زايد بالسوطان منهج وزايد بالسوطان طال عمرج رحمة الله عليه زرع في أبناء محبة ولاء لهذا الوطن يمكن ما صارت في أي دولة ثانية إن شاء الله بنكمل الحوء المحور هذا بعد قليل إن شاء الله إن شاء الله رحمة الله عافية أجمل صفات الآدمي في حياته الدين والأخلاق والطيبة والجود يذكر بها دايم ولو في وفاته سيرة جميلة تشبه العطر والعوب المرأة الإماراتية شقت لنفسها طريق على مستوى العالم كله المرأة الإماراتية قبل كل شيء أم ومربية لأجال المرأة الإماراتية تحدت جميع الصعاب فخاضت مجالات مختلفة نرى المرأة الإماراتية في المجال الحربي نجد المرأة الإماراتية طبيبة نراها مهندسة فنرى المرأة الإماراتية وزيرة نراها رئيسة مجلس وطني اتحادي هذا إن دل على أن المرأة الإماراتية طموحة مكافحة تتحدى الصعاب لترد جزء ولو بسيط لدولتنا الحبيبة التي زرعت فينا التحدي وروح المغامرة وثقة في المرأة حالها حال الرجل قيادتنا الرشيدة ولله الحمد ومتمثلة في سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك علمتنا حب العطاء علمتنا حب الخير فنرى حب الشيخة فاطمة ليس فقط في قلوب الإماراتيات ولكن نراها في قلوب الأمهات في العالم أجمع لأنها ساوت بين الرجل والمرأة ومكنت المرأة الإماراتية بشكل كبير المرأة الإماراتية حققت نجاحات كبيرة ليس فقط في دولة الإمارات وإنما في العالم أجمع عندنا أمثلة كبيرة كبيرة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد العالمي نحن ننظر للمرأة كمثل ما ننظر للرجل فشكراً لكل إمرأة إماراتية ساهمت في بناء واجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة فاطمة الفهري مؤسسة أول جامعة عرفتها البشرية فاطمة بنت محمد الفهري القرشية هي امرأة مسلمة عربية تعود أصولها إلى ذرية عقبة بالنافع الفهري القرشي فاتح تونس ومؤسس مدينة القيروان وهي شخصية تاريخية خالدة في ذاكرة مدينة القيروان وتونس ومدينة فاس في المغرب يعتقد أن فاطمة الفهري قد ولدت عام الثمانمائة ميلادية وهاجرت من القيروان عاصمة إفريقيا وأسست مسجداً تحول تدريجياً إلى جامعة تدرس العلوم بشتى أنواعها وتخرج كبار العلماء ووصل إشعاعها إلى أوروبا في القرون الوسطى عرفت فاطمة بأم البنين أصاب أهلها وزوجها الثراء بعد كد وتعب واجتهاد وعمل ولم يمضي زمن طويل حتى توفي والدها وزوجها ثم مات أخ له فورثت عنهما مالاً كثيراً شاركتها فيه أخت لها هي مريم بنت محمد الفهري التي كانت تكنى بأم القاسم قامت فاطمة ببناء جامع القرويين وكان نواة أول جامعة عرفتها البشرية فكانت من أبرز رعاة العلوم في الفكر الإسلامي وقد ذكرها مؤسس علم العمران البشري عبد الرحمن بن خلدون فقال فكأنما نبهت عزائم الملوك بعدها وهذا فضل يؤتيه لمن يشاء من عباده الصالحين أصبح جامع القرويين الشهير أول معهد ديني وأكبر كلية عربية في بلاد المغرب الأقصى فبعد بناء الجامع قام العلماء بإنشاء حلقات لهم فيه وكان يجتمع حولها العديد من طلاب العلم وبفضل الاهتمام الفائق بالجامع من قبل حكام المدينة المختلفين تحولت فاس إلى مركز علمي وثقافي ينافس المراكز العلمية ذائعة الصيد في مدينة قرطبة وفي مدينة بغداد توفيت أم البنين فاطمة الفهرية حوالي سنة 265 هجرية الموافق لسنة 878 ميلادية اشتركوا في القناة دكتورة هاشة زايد بسطان أثر كثير في حياة دكتورة عاش السيار حتى ما خلال تواجدت وانتي وكيلة وزارة العلشطة وزارة التربية والتعليم هذا صحيح شيخ زايد مش أتر فيني أنا أخت مريم بس أتر في العالم قبل ما يكون أتر فيني في دولة الإمارات وفي شباب الإمارات صحيح لو الواحد بس يبغي يذكر شو اللي أنجز الشيخ زايد يعني قلمة نتصور يعجز أن يذكره في أشياء ذكرت وفي أشياء لم تذكر صراحة يعني حتى الإعلام ما قدر يغطيها من كثير ما أعملها صحيح لكن بحصر لش بس اللي هو عمله في التربية والتعليم بس يعني في الإنسان أو كيف خلق هذا المجتمع اللي ما كان قبل زايد إلا في نسبة ضئيلة جدا جدا من أنو تعلمين تعد على أصابع اليد إلى أن خلاهم الآن موجودين في كل أنحاء العالم يحملون أكبر الشهادات العلمية والثقافية صاروا في السلك الدبلوماسي صاروا في قضايا الأمة كلها موجودين الحمد لله وبيشرف وابتزاز الشيخ زايد بالنسبة للمجتمع الإماراتي أو للمدرسة الإماراتية بالذات كان كثير مهتم بأنه الطالب يكون أو العلم يكون أساس جيد ومتميز في الإمارات نعم دكتورة يعني يقول الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه اعتنى بالتعليم واعتنى بالطلاب بشكل كبير فكان دايماً يحث على أن يكون فيه جديد شيء وكان يحرص بنفسه على حضور هاي الأشياء المستجدة فكان يقول أنه لازم نربط الإنسان بوطنه فعشانك حتى نحن سوينا عمل إنساني كبير أو مثل ما نقول عليه عرض كبير حفلي كيف يسميناه باسم الإنسان والجذور من كثير ما كان يركز على هايذ النقط من ضمنتها مثل ما قلت لش أنه نحن عملنا القرية التراثية الكبيرة أيضاً نفس الشيء كان يهتم بأنه نقيم المعسكرات للطلاب علمناهم الغوص علمناهم الصيد قيامهم برحلات كان وفر لهم طيارات يروحون للجزر يطلعون على شو هنا شو يستجدوا كيف كانت الحياة وكيف تدى تصير اهتمينا بالمعسكرات اجتمام كبير لأنه كان يحضرهم وذكر أنه من أهم الأول معسكر قيمناه للبنات ضجت الناس قالوا معقول بيسوون معسكر بنات وخارج المنطقة فعملنا فعلاً وين في كلبه أول معسكرنا وافقوا أولياء الأمور كان عادينيون البنات وصوروا يحضروا البنات وقاموا في حوالي أسبوع كامل وكان من أنجح المعسكرات ثاني معسكر بعد كلبه سوينا معسكر في الراحة في أبوظبي وحضر الشيخ زايد من أول النهار إلى آخره وقعد مع البنات وناقشهم وسألهم واستفسر عنهم وشوهم كيف مبسوطين وشو استفادوا من هالمعسكر وهل هالمعسكرات مفيدة إلهم وقال إن أبغيكم دايماً تكونوا مع بعض لأن المعسكرات لما نقيمها نكون فيها كل بنات الدولة يعني نيب من السلع ومن الرويس ومن كل إمارات الدولة يتجمعون مع بعض فكان يحرص دائماً على أن يكون يتواجد معهم كانوا يجاوبون مع دكتورة؟ نعم شو كانوا ينبسطون وتتصورون وفعلاً شو كانت تضفيلهم هاي المعسكرات؟ شو كانت إجاباتهم؟ يعني يروحون شفنا بغاية زايد الصغار والكبار يعني كأني شيء بالنسبة لهم في الفرح الكبرى أن رعوية شيخ زايد في المكان هذا وبعدين هو تعرفين أب حنياً لطيف يعني يعني ما يقفون منه بالعكس لما يشوفونه برغم هيبة دكتورة لأن الحنان اللي عنده يطغي على الهيبة مع الصغار الهيبة على الشخصيات سبحان الله يغفر لي ويرحمهم بعدين في يوم الأيام شان يقول شو عندكم من أنشطة؟ قلنا نحن نبغي نسوي مسابقة في التربية الأسرية قال والله هذي شيء زين وأنا مبسوط أنكم بتسوونه وين بتسوونه؟ قلنا أنت تختار قال سووا في رضة الريف وأنا بحكم المسابقة قلناها لنزين فإحنا بلغنا المناطق التعليمية أن يكون في مسابقة أكل ألات شعبية سنت كم هذا دكتورة؟ هذا السنت يمكن 85 على ما تصور سوينها المسابقة كل الإمارات عدت طالباتها وسووا تجاربهم وحضرهم ويوت صبح هناك وكنا كنا متواجدين الساعة يمكن كانت تزعى كل البنات موجودين في قصر روضة الريف وزوبوا لهم كان كل شيء على الحطة بشتغل ما في شيء تشوله وكهرباء فهو بري؟ كل بري وبدعوها البنات ما شاء الله يعني من شوي لين أكلات شعبية سمك بكل أنواعها يعني سووا يمكن أربع خمتة صناف أكله وسووا حلو وخبيص وبلاليط وحد سووا الأكلات القديمة التراثية كل الأكلات القديمة التراثية تسعة أجنحة ويا الله يغفر لي ويرحمها ويلس ومر على كل حد وأكل من عندهم واستانس ومبسط قلت إنزين حين ها بنحكم طويل عمر نبال الأول والثاني قال ما في الأول والثاني كل هم تميزين سبحان الله واكسة خاطر حد رحمة الله عليه قال خلاص ويا بلهم ها كل الساعة هدايا يا بولهم اتصور عطوهم ساعات كل واحدة منهم الساعة ما في ساعة أقل من خمسين ألف سبتين ألف وعلى المشرفين قلت له زي بيني وبينك قال الله يخليك مين الأول تعطيه فيهم قال العين شوي في العين غير قلت طلع كذا العين حنمنوك فرحاني بهال الكلام ها بعدين كان كل عام نسوي مهرجان يحضر الشيخ زايد ويحضرون الحكام اللي هو مثل أوبريت كبير ضخم وكان نسويه في وزارة التقافة في المسرح بتاع وزارة الإعلام الضخم وكان الله يغفر له ويحضرون ودايما في عيد الوطن يكون ويكون في ضيوف عنده مبرع رؤساء وناس كثيرة يعني كان من ضمنهم سوينا مرة مسرحية الإنسان والقلادة والفارس الإنسان والجذور عملنا القائد والمسيرة كانت كلها من أحسن الأوبريتات اللي يصيرت قوية جداً جداً وكلمات مكتوبة لن ينسى هالزمان وفي نفس الوقت نحنا الكلمات نحنا نعدها الأحيان يكون تحت إشرافنا الإخراج والتمثيل وكل مواطنين أبداً ما في عنصق خارج هذا في ذاك الوقت؟ في ذاك الوقت أنا أتذكر الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه أختيره كرجل العام من قبل فرنسا في ذاك العام كان هذا عام سبانية وسبعين فإحنا في ذاك السنة سوينا الأوبريت سميناه القائد والمسيرة مذكرة دكتور ريش؟ وكان رائع صراحة وكان كثير سعيد فيه وقابل كل الشخصيات الموجودة فيه وشكرهم وهناهم وتذكر أننا رسالة كان وزير عندنا أحمد الطائر فبعثوا للرسالة من الاتحاد السوفيتي يشكرون على هذا الأوبريت كإنتاج تلفزيوني محلي يعني صوري هذا شيء من قليل من اللي كان الشيخ زايد الله يغفر لي ورحمه مسيرة طويلة يا شيخ زايد أتذكر مرة لما بغينا ندخل الفن في المدارس وكان الفن والناحت والفخار وما أعرف إيش الوزارة اشترد أجهزة وتركتها وما قدرت تستغلها فكنت ويا مرة يقول لي ليش ما تشتغلتوا يقولون أن ناقصنهم فلوس ما قادرين يوفرون الأفران قال كم يبون سألتهم الوزارة طال 45 مليون أمر هاج السعب يعطاهم هذا لتكملة المشروع سبحان الله أي شيء إنجاز ما يتغلى فيه ما يبخل على العيال أبدا غير هالشكل يعني شيخ زايد هذا لو قلنا جزء كبير من الشيء المحلي اللي سوى في الدولة لكن لوينا على مستوى العالم أو على المستوى الوطني العربي أنا كل يوم يستحضرني الشيخ زايد لما أشوف هاي الضروب اللي نحنا ممر بها نقول كان شيخ زايد رجل رجل إصلاحي رجل حكيم رجل ما خل في ذاك الوقت لما كانت في خلافات في الدول العربية لما كانت مصر طلعت من جامعة دربي طلعوها من جامعة الدول العربية لما كانت الحرب العراقية اشتغل في هذا الموضوع بدل كل جهده واستطاع أن يكون لدور في إنهاء حرب العراق وإن كان لدور أيضا في عادة مصري للصف العربي وما تخلى عنها لما قامت حرب 67 نحن عاصرنا حرب 67 وشفناها شيخ زايد في ذاك الوقت هو المنطة وقال ليس البترول العربي بيغلى من الدم العربي رجل السلام رجل السلام والله العظيم أن أتذكره صراحة في المواقف البسيطة كان يقول يوم نيلس نحنوي العيال يقول أنت إذا واحد غلط طيارك عليك تقوم أنت تغلط عليه بمثل ما يغلط عليك ستصير كبيرة سهل لكن إذا غلط تدق عليه الباب وتقول لي والله مثلا ولد اعتدع على ولدك أو عمل أي شيء غلط تقو عليه وتقول لي ترى يفلام ولدك عمل هالشكل وهذه لأولادنا ولدكم خلاص بتنتهي الموضوع كان منهج في التربية وفي الأخلاق كان منهج في كل شيء دكتورة عاشة بس بطيفة نقضاء لما قامت حرب 67 غير أن نوقف في الحرب أيضا في عادة عمار المدن وقناة سويس كلها اللي دمرت في الحرب شيخ زايد كان لدور فيه بناء كثير من المؤسسات العالمية يعني فيه ناس حتى ما يذكرونها أو يمكن ما ذكروها كان جون ميجر يقول عن شيخ زايد أنا ما صدت في حياتي إنسان يحب عمل الخير كهذا الإنسان كان يعملي لمجرد إن إنسان يعني مش لجرد الشهرة فيه كثير من مشاريع الشيخ زايد ما تغطت ولا ذكرت لأنه ما كان يحب يعلن عنها كان يحبها تكون لوجه الله وبناء ناحية إنسانية تصوري الشيخ زايد بنى حوالي 150 ألف بير في أفريقيا عشان هاي المناطق اللي فيها فيها الجفاف الشيخ زايد بنى أول جامعة إسلامية في غينيا هاي الجامعة خدمت كل المنطقة الشيخ زايد اشتغل ساعد في جامعة مع جيمي كارتر في مؤسسات طبية حوالي 20 سنة كان يساعد في القضاء على الدودة الغينية اللي كانت منتشرة في أفريقيا وفي آسيا غانا والمناطق هاي عمل فيها مشاريع ما تعد ولا تحصل تعالي بقى غير الوطن العربي مدينة الشيخ زايد في مصر بكل مؤسساتها بكل أمكانياتها مدن في المغرب رحنا باكستان بقوليش عن رحلتنا ويا الشيخ زايد في باكستان كيف كان مدن ومنشآت وساعد الناس والمحتاجين مدينة زايد في غزة يعني أي بقعة في الأرض مدينة زايد أثر فيها دكتورة عاش السيارة والقاهرة ومصر هذه لها أكيد في ذاكرة الدكتورة أكيد شيء كثير مصر صراحة أنا أعتبرها يعني هي نشأتي هي دي تكونت فيها شخصيتي أنا رحت من هنا من الإمارات بعدني صغيرة يعني ودخلت في عالم كبير عالم يتكون من ناس أصحاب فكر وعلم وتقافة وفن وصحافة وناس على مستوى يعني فدخلت هذا الميدان تربيت فيه خدت الكثير من الأشياء أثر في شخصيتي دكتورة أثر في شخصيتي حضرت مؤتمرات كثيرة في حرب 67 اشتغلنا على جمع المساعدات التبرع الحربي قمنا بمشاريع كثيرة فيها قدمنا أيضا علشان نشارك في الحرب نتطوع طبعا رفضونا لأنه فيه ما شاء الله في مصر يعني طاقات كبيرة خير حاجة إنه ولكن نتطوع بأذات هذا شيء كبير يعني أكيد هذا شيء كبير وفي نفس الوقت يعني أنا قلتش لما كانت تجمعات وكانت القضايا هاي المطروحة كنا نشتغل فيها بجد وعشنا كأننا مصريين حضرنا سمينارات فيه مناقشات القضايا العالم القضايا العربية اجتمعنا مع شخصيات كثيرة من خارج الوطن العربي يعني من داخل الوطن العربي الموجودين في مصر لأن مصر في ذاك الوقت كانت مجمع لكل الناس لكل الأحرارة العربة الموجودين فيها طبعا شيخ زايد مثل ما قتلت في مصر لعب دور كبير وذكرنا فيما سبب ولازال فضل الله إلى الآن موجود في مصر وما عرف يعني مثل ما قلت أنا أول وحدة يمكن أول دفعة خرجت بعد انسحاب إسرائيل إلى سيناء اللي نطلع الأماكن والهدف اللي بعد ما طلعت من إسرائيل رما راحنا مدينة لقينا دبابة اللي كان فيها القايدة الإسرائيلي اللي تأثر حقيقة يعني دولة العاربة اللي كتبتيها دكتوراك يعني تحليل عميق لطبيعة النظام السياسي شو هتحدثيني أنا؟ دولة العاربة أنا لما خلصت الدبلومة وحبيت أسجل لدراسة الماجستير يعني احترت شو بأخذ موضوع فلازم أخذ موضوع يهمني أكثر من ميكون من موضوعات لأنه فيه كثير يقدرون ينطرحون بقضايا مصرية وغيرها ففيه نقاشات مع دكاترتي الموجودين طرحوا عليّ فكرة كان الدكتور العقد اللي هو كان المشرف على رسالتي قال شو رايش أنا قريت عن شيء اسم دولة العاربة في عمان وشرق أفريقيا شو رايش تأخذين هذا الموضوع وتبحثين وتبيننا فكرة عنه نحنا يعني مففاهمينها بعد فحبيت الفكرة وقلت طبعا أنا أولى بهذا الموضوع طبعا أنا فهتطلب مني طبعا السفر إلى لندن يعني للحصول على وثائق وعلى مراجع وعلى أشياء عن هالموضوع لكن قبل هذا كان من حسن حظي أني كان فيه بن حمير وعائلته كانوا موجودين ذاك الوقت في القاهرة فكنت على اتصال فيهم وكنت أسألهم ويلس إياهم باستمرار كيف كانت عمان في ذا الوقت وكيف وكيف خدت فكرة كويسة وسافرت وسكن طبعا هناك بعد فترة صعبة شوي في لندن وقعت حوالي ستة شر وجبت الوثائق واشتغلت فيها والحمد لله يعني طلع موضوعي كتير متميز بانتياز ما شاء الله تكتورها بانتياز وهي يعني الصراحة الإضافة عن دولة قامت في هاي المنطقة واستطاعت أن تحكم سواحل أفريقيا وتحكم غرب الهند بقدرتها وإمكانياتها من ذاك الوقت كان العرب يد واحده متكاتفين وقوة عظيمة قبل ما يجي البرتغاليين وبعدين كانوا البرتغاليين في ذلك الوقت حتلوا هاي المناطق فهي دولة العربة كانت هي التي قضت على نفودهم وكانت آخر موقع لهم في منبسة في أفريقيا من مواقع البرتغالي اللي قضوا عليها وهاي بعد ما نهارت هاي الدولة طبعا مثل تختلف الأبناء والأهل السلطة وهانتهت قامت بعدها دولة البوسعيد اللي هي الان موجودة في عمان دكتورة وانا استعدت أني قدمت هذا الكتاب اللي السلطة قابوس أيضا بسط فيه واستانت وقال لي شو رايش بنشرها وليش وها قتلي والله نحنا في الإمارات يعني تكفلين بالموضوع ما قصرها دكتورة عاشة المرأة مسيرة طويلة من قبل الاتحاد وإلى اليوم كيف تنظرين للمرأة أنت اليوم هل الأدوار اللي ملقا عليها اليوم مثل قبل وين كانت أكثر أعطى قبل قبل الاتحاد وفي ذلك الوقت الوقت اللي كان صعب عليها أم الآن؟ هي صراحة أعطت في كل العصور وفي كل الأوقات أعطت قبل البترول قبل النفط أدوارها شو كانت وكيف أصبحت؟ والله كانت دوارها قبل هي أم وهي زوجة وهي حتى مسؤولة عن شيء يعني كان الزوج يعني حضورة غير موجود في ذلك والحياة صعبة كانت تطبخ وتزرع وتربي إذا هي في البر مثلا تقوم بالرعي إذا هي مثلا في البحر تساعد أيضا زوجها بعضهم حتى كانوا يبيعون الأسماك إذا الزوج صياد مثلا ويب هم يقومون بالبيع يعني كانت في حرف تمارسها المرأة؟ في حرف تمارسها بعد البترول بعد المرأة يعني توفرت لها الإمكانيات الجيدة الممتازة الحياة الآمنة السعيدة خدام ويعني عصر مختلف أيضا لا زالت تلعب دورها بس الدور يختلف من وقت إلى آخر ونحنا نتمنى للمرأة بصراحة أن يظل دورها موجود وما تتخلى عنه لأن شوي شوي هي بتدى ينقص دورها بالاعتماد على اليد الثانية لكن أتمنى أن تظل دورها في البيت موجود خارج البيت هي لعبة دور ممتاز يعني يعني خذت مواقع قيادية ممتازة سواء في وزارات أو في طب أو في تدريس أو في سلك دبلوماسي يعني الحمد لله أنا أتصور لنا بعدنا بخير إن شاء الله دكتورة أنت برغم كل التحديات والصعوبات اللي واجهتيها ووصلتي إلى ما وصلتي إليه ما شاء الله عليك يمكن أول امرأة في الإمارات وهذا فخر لنا كلنا ولكن دورك في البيت كزوجك كأم كبير توقع قبل شوي تكلميني عن عيالك ما شاء الله عليهم وين وصلها وكيف يعني كيف قدرت أن توفقين ما بين الدور اللي لعبتي على مستوى الدولة على مستوى الوطن العربي وأنت عربية بفخر حقيقة نتكلم عنك اليوم ودور الأم اللي نفتخر بها اليوم وخرجت لنا هاي الأجياء شوفي شوفي يعني هي أنا مقدر أقوليش أني روحي قدرت أقوم بدور المنزلي بنفسي دور المنزلي يحتاج إلى التعاون يعني زوجي لعب دور كبير في حياة عيالي وفي تربيتهم وكانت أمي الله يغفر لو يرحمها كانت أيضا ربتهم لأني أنا الصراحة في بداية جود عيالي كانت وايد علي مهمات كبيرة كنت دايما مسافرة أنا أتذكر يعني تركت بنتي صغيرة لما رحت في مهمة لما بعثنا شيخ زيد الله يغفر لو يرحمها في مهمة إلى ألمانيا لتكوين أول علاقات دبلوماسية وفتح الاقتصاد والتجارة بين الألمانيا وها كنت هنا هي الأيام يعني بنتي عمرها تتشر سافرت في هاي المهمة وكانت مع الشيخ سرور الله يحفظه وكان أحمد بن حامد وهذا وفت تكونه ممثلا للشيخ أفاطنه وكان الشيخ سرور ممثل الشيخ زايد سرنا هاي الرحلة قال لي شيخ زايد تبين حد وياش قلت له هاي خدت وياي بنتين خدت ناعمة تعرفين ناعمة العرياني والأخذ فتحية الخميري وصار وفد كبير مع الشيخ سافرنا في هذه الرحلة وهاي أول رحلة لينا خارج يعني الوطن العربي وفعلا يعني كان لنا دور كبير والشيخ لعبوا دور في هالوقت وفتعوا أول علاقة تجارية أول مكتب تجاري مفتح في ذلك الوقت هذا كان يمكن حتى السنة ثمانية وسبعين على ما تذكر فأنا في هاي الفترة عيالي كانت أمي يعني لها دور كبير في وجودها وسطهم لكن أنا قليش تربية العيال تحتاج أيضا إلى غرس مبادي وكل ما غرستي وانت صغيرة ارتحتي وانت تكبرين جنيتي الثمر على كبر يعني حتى لو تقولي ما يسمعون وما يردون وما يساوون بس تما كبروا وتلاقينهم صاروا أفضل مما كنتي انتي متوقعة بكثير والحمد لله ودايما يكون تقديرات من الله سبحانه والتوفيق منه وأهم شيء أن تخليهم يلتزمون بالصلاة وبالدين دايما كان أبوهم يقولهم أنا ما بزعب منكم من شيء إلا إذا ما صليتهم الله أكبر والله جد يعني وفعلا حينهم حتى هم سافرين براع يصومون يصومون مثلا على قولتم بعد رمضاء يعني صومون ليالي البيض نعم أحيانا يصومون المناسبات فالحمد لله واستطاعوا أن يتعلمون تعليم جيد والباجي على الله وهم صاروا الآن يعتمدون على نفسهم اعتماد كبير دكتورة قرمت الشيخ محمد بن راشد الله يحفظها يا رب العالمين من ضمن قائمة 43 الرموز الأوائل شو أثرة في نفس الدكتورة؟ والله شو فيها يعني هاي التكريمات تعطي أولا أنا طبعا كنت مبسوطة سعيدة بهذا التكريم لكن في نفس الوقت أن نلاقي هذا التكريم هو فعلا حافظ مش بس لي لكل الناس اللي هم بيون وبينجدون وبيعطون فدولتنا في هاي الناحية كثير متميزة صراحة أكثر من الدول يعني دائما تراعي المتتميز والمتفوق وتكرم وتعطي كل ذي حقه حقه لذلك تلاقين من شاء الله الآن أعداد كبيرة تتميز وتاخد بفضل هذا الأسلوب اللي هم يتبعونه وأنا صراحة يعني شيخ محمد كنت اتكرمت أيضا من الشيخ مكتوم الله يغافر لي ورحمه وتكرمت من الشيخ زايد مرات كثيرة ومن الشيخ الفاطمة تكرمت داخل البلد وخارج البلد وهذا كل بفضل يعني ماقب نبي واني دا استحقين يا دكتورة أكثر وأكثر حقيقة يعني والله إحنا لما عملنا ما كنا ننتظر تكريم ولا ما تكريم كانوا لاقيني نواجب علينا ولازم نأجيه عشان جذة استشعروا أنكم قدمتوا من ولائكم وانتماءكم وحبكم لهذا الوطن دكتورة رسالة أخيرة توجيهنا حق مشاهديننا اليوم للأمهات للأبناء للموجودين على أرض هذه الدولة سواء كان من مواطن أو غير مواطن فخور أني أكون بنتهم أو كنت منهم وأنا سعيدة بالجيل للقادم وأرى فيه كثير من الإنجازات الباهرة وتطلع إلى أن ألاقي أكثر ألاقي أيضاً المرأة أن تأخذ أيضاً دورها في البحوت والدراسات العليا بالإضافة إلى ما قامت به أتمنى أن نظل الأم على تواصل مع ابناها وتكون هاي الرابطة قوية أتمنى أيضاً أن البنت تكون على تواصل مع إسرتها ما تبتعد عنها كثير فصال بالنسبة للظروف أن يكون الولاء والحب للوطن هو أهم نقطة في حياتهم وأن يكونهم وطني وطني فوق كل شيء والحفاظ عليه والحفاظ عليه من التيارات اللي هي غير سليمة وخاصة نحن الآن نحس أني فيه أشياء فيه تداخلات كثيرة أتمنى أن يكونوا فيها حريصيين وحذريين والوطن وسلامة الوطن وأمنه لا قيمته إذا يعني اختل فيه قيمة لا قيمته للإنسان بعده صحيح وكلنا نتمنى أن الله يحفظ وطننا ويتبت لنا الأمن والأمان في وطننا ويحفظ مسؤولينا وحكامنا ويوفقهم لخدمة شعبهم ويبارك في هذا الجيل ونرى إن شاء الله كمان دائما فيه تفوق وفيه تميز وفيه حضور بإذن الله دكتورة وإحنا اليوم حقيقة أكرمتين بأنك سمحتين لأننا نلتقي فيه اليوم وننهل حقيقة من هذه المسيرة مسيرة غير عادية دكتورة رمز لكل سيدات العرب أنا أعتبرها لأن نحن اليوم إذا نفتخر نفتخر فيكم وإذا نحن تتلمذنا تتلمذنا على إيديكم أو أنتو كمان نفتخر فينا أنا والله أفتخر فيها الجيل صدقيني والله ولما أروح بمكان وألاقي حد من هالبنات المتميزات وتقول لي أنا شيء وأنا شيء أحس كأني أنا موجودة فيها يعني بجد والله أفرح من كل قلبي وهذا الشعور اللي أعطان نحن ندافع دكتورة إننا نحن نحاول أن نوصل لربع اللي أنتو وصيتوله الله يطول بعمرك ويبجيك الحمد لله شكرا دكتورة ما قصرت يلا أعطيت الصحة والعافية إن شاء الله أنا حقيقة دكتورة شاكرة جدا ومقدرة لهذا اللقاء اللي أنا انتشيت فيه المعلومات كثيرة وتاريخ لامرأة وطن امرأة نموذج امرأة قدوة لكل سيدات العرب بما قدمت وما أعطت خلال مسيرة حافلة شكرا جزيلا حياكم الله شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة